السلام عليكم طلاب شلونكم شخباركم وياكم محمد هاشم وعدنا السيشن الثالث من مادة الهيد انتنيك وعدنا موضوع الير اناتومي تشريح الاذن بس لازم اوضح شغلة انو نظام المحاضرات او السيشنات اللي تاخذوها بالكلية شوية مختلف من يا ناحية من ناحية انو يطوكم السيشن نظري والسيشن اللي وراه ينعاد نفسه بس شنو بس عملي يعني شنو يعني تاخذون العين هذا الاسبوع والاسبوع اللي بعده تاخذون العين كذلك ولكن شنو من الجانب العملي يعني بين قوسين انو اسبوع اول تاخذون بي محاضرة العين مثلا وان تاخذوها بقاعة المحاضرات الشبيرة اوكي تنشرح بشكل نظري وبس بعدين بالاسبوع اللي بعده كذلك تاخذون العين مرة ثانية نفس المحاضرات نفس الملفات رح تنزل لكم نفس السلايدات نفس الشي ينزل لكم بس تاخذوه بشكل شنو تاخذوه بشكل عملي يعني مثلا يجيبو لكم عين وتشوفون التشريح مالتها أو يجيبو لكم إذن وتشوفوا التجاويف اللي بيها والأشياء اللي بيها فمن تسمعون أنه عندكم ساشن عملي فتأكدوا أنه هي نفس المادة النظرية بس جاي يشرحوها بطريقة عملية يعني شون يعني يدخلوكم بقاعات السمول وشرحو لكم نفس المحاضرات بالضبط يعني يعيدون تشرحها أو يركزون على أشياء ما تنوا مركزين عليها قبل عموما بس هي الملفات والمادة العلمية هي نفسها جاي يطيكم وياها أسه ماشي فمن تجون تقرون الساشن الثالث بالكلية يحتي عن شنو يحتي عن الأوربيت وعن العين وتشريح العين راح تقولون إحنا أخذنا هذا الشيء بالساشن الثاني ليش جاي يعيدون بي جاي يقلكم أنه هاي يعني عبارة عن إعادة لغرض العملي بينما إحنا هنانا جاي نشرح فقط الأشياء النظرية لذلك الساشن الثالث عدنا نظري اللي هو الإذن ماشي فإذا شفت شوية فروقات بالترتيب لا تدخول هسا من ترحون تبحثون الساشن الثالث بالكلية راح تلقونا أشياء معادة شارحيها احنا سابقا سواء الأوربيت أو الآيبول أو مثلا السكول فيو كلها يشارحيها احنا سابقا بالإنتروديكشن وبالساشنات السابقة ماشي فما عايفي نحنا سأي شي حاليا نجي هسا الساشن الثالث نحتي به عن الإذن والتشريح مالاته ماشي احنا قبل لا نبدي بالإذن كتشريح خلينا ناخذ العظمة اللي موجودة بها الإذن وين موجودة بالتمبرال بون التمبرال بون هي العظمة اللي تحتوي على الإذن ماشي فإحنا ماخذيها سابقا طبعا بس خلينا ناخذ بعض التفاصيل الإضافية هسا انه سنجي باوع لها بالفرونتال فيو راح تكون هي يعني هي لاترالي فما راح أقدر أشوفها عادل ها هي هي وكي لازم أدور على اللاترال فيو باوعت سايد فيو أو لاترال فيو راح أشوفها ها هي اوكي عددها مفصولات هواي ويا السفينويد ويا البرايتل ويا الأوكسبيتل بيها أربع أجزاء هسا راح ناخذهم بالتفصيل هذا السيكويماس بارت الماستويد بارت عددها التريغويد بروسس وعدها طبعا راح تسويلي الشي يسمونه الارتش اللي هو الزيغوماتيك اارتش هنا فهي معلومات كله حنا يقاليها سابقا فسا راح نعيدها بس راح نحتي بعض الملاحظات اللي موجودة بملازمنا ماشي فانسا نباوع هذن هنه الأجزاء سيكويماس بارت هو العلوي هذا الجزء العلوي الأكبر شي هو وعدنا البترياس بارت والماستويد بارت نسميهن بتريوماستويد بارت هذا الخلف فيه ماشي بتريوماستويد بارت مكون من جزئين من بترياس ومن ماستويد ماشي وعدنا الستايلويد بروسس هاي اللي بالأصفر وعدنا منطقة التمبانيك بليت هاي تصير مثل الدائرية قناة الإذن الخارجية تستقرب هالمكان هي تحيط بالإذن يعني هاي التمبانيك بليت حيط بالإذن أو بقناة الإذن ماشي والزايقوماتيك بروسس هو رح يسوي للزايقوماتيك آرش فيش رح يجي ويسوي للزايقوماتيك آرش ما أردلح بالموضوع اللي نشارحيه إحنا سابقا هو هاي بس هستي جاي نراجع عشوية سوية ماشي فنفس الشي هناني هاي التمبانيك بليت وهم سميها سيجمانت هي بليت نفس الشي أوكي وبعد شنعدنا الجزء الخلفي هو الماستويت passado يعني من الداخل من أباع الماستويت ما رح يلقى ماستويت رح يلقى عبارة عن بترياس بارت فبينقوس يعني شون العملة ذات وجهين من أباع من بره رح يلقى ماستويت من أباع من الداخل رح يلقى البترياس بارت أوبتنبرول بون زي وهذا السكويمس بارت اللي هو الجزء العلوي الكبير ناشي نعم نفس الشي هم موضح هاي الأجزاء هذا السكويمس هاي التمبانيك بليت مو ساير بشكل حلقة فمسميه تمبانيك رنج ما كو فرق بس هي قلنا للأسهل نقول بليت مثل الصفيحة بس هي رنج يعني ساير بشكل حلقة فليعجبكم يعني هذا سوچر ساير بينه وبين البتريا سبارت يعني مو ما لنسولف على السوچرات هس احنا خلصنا موضوع السوچرات هوا صراحة مو موضوع بديتش الأهمية أخذنا تفاصيله والمعلومات المهمة بي وهذا البتريو ماستويد بورشن انه هذا المستويد وهذا البتريا سبارت بس شنو داخلي شوية ما يبين من أباوع للجمجمة بالفوسة مالتها بالكراني الفوسة من الداخل عود يبين عندي البتريا سبارت ماشي؟ هس شنو الأشياء اللازم نعرفها عن التنبرال بون ولي موجود بملا زنه اللي موجود بملا زنه انه هذا العظم هو يكون العظم العظم يعني كبير من شنو من اللاترال اريا مالت السكول يعني شنو من أجل السكول للجمجمة من أجل الجمجمة السكول وأباوع للشكل الجانبي مالتها أو المساحة الجانبية مالتها راح يلقف الجزء كل الشبير اللي هو منه هذا الجزء الشبير هو التنبرال بون فالتنبرال بون ارتكوليت ويا من ويا المندبل وهذا الشي نعرفه انه التنبرال بون يتمفصل ويا من ويا المندبل حتى يسووا لي مفصل التيم جاي او اللي نسميه تنبرو مندبيولر جوينت اوكي فورمينج تنبرو مندبيولر جوينت ماشي؟ هذا اسم المفصل اللي هو مفصل الفك السفلي معني هذا المنتهن منه وهم راح نحتي عنا بالمحاضرة الجاية من هذا السيشن ماشي؟ زين الأجزاء الأربعة مال هالي العظمة اللي هي التنبرال بون اول واحد اسمه السكويمس بارت هو اللارجست هو أكبر واحد بيهم أكبر جزء بالتنبرال بون هو السكويمس بارت زين؟ زين هو الموستوبرير يعني أعلى واحد بيهم اذا نباوع انه هو ساير سوبرير هو أعلى واحد وهذا الشي شفنا تمام؟ يعني هو البارت اللي الموقع مالته يكون سوبريرلي ومو بس سوبريرلي هو الموست سوبريرلي يعني أعلى واحد وهو اللارجست هو أكبر واحد بوستشن يعني انه الموضع مالته أو المكان مالته جاي يوصف المكان مالته بحيث قال موست سوبريرلي زين لوكيتد بتوين سفينويد برايتل أوكسبيتل وهذا استوقلته من حتشية عزن السوشارات هنا لانه هذا هو الأكسبيتل يقع بين من ومنو بين هذا السفينويد وبين هذا البرايتل و بين هذا الأوكسبيتل ماشي هذا الموقع مالته فهو معدد العظمات هنا معدد هاي العظمات هنا زيان الشكل مالته مثل القشرة مات السمك مثل الصدف مات السمك فيسمونا scale shape و يكون ثن رقيق بحيث ترانزلوسن يعني بين قوسيا من أسوي لأشعة تطلع المنطقة سودة مو بيضة يعني ما إلي نحو السواد عدنا يا أما أوبيك يا أما أوبيك يعني أبيض يطلع بالأشعة السينية من أسوي أشعة السينية راح يشوف فت شيء أبيض معناها أوبيك بس إذا لقيته أسود فهو لوسنت فهذا ترانزلوسن يعني أنه ممكن الأشعة السينية تخترقها بحيث أنه يصير عدية بالفيلمات الأشعة يطلع لون أسود تقريبا مو مثل العظمات العادية العظمات مثلا العظمات الفيمر تطلع بيضة ما نطلع سودة ليش لأن أوبيك راح تطلع لي أوبيك بينما هاي لوسنت ماشي معلومة صراحة مو كلش مهمة بس يعني خلوها ببالكم بس يعني ويامن يتمفصل ويامن وي حتى يطلع حتى يطلع الزيجوماتيك أرش يعني هذا البارت اللي هو السيكويماس بارت مات الزيجوماتيك أرش لأن هذا الشي شرحنا بالتفصيل وشلون تكون الأرش أنه كل واحد من العظمات انطبروسس وكل واحد مدئدة للثاني فسووا لي مثل القوس أسميه زيجوماتيك أرش فهذه المعلومات مردع وكما أرشتنا كل ما سابقا اللي ناسي يجعله يراجع فهذه المعلومات كمينا الآن الجزء الأول اللي هو الزيجوماتيك بارت عدنا الآن الجزء الثاني نسميه بتريو مستويد بارت وقلنا هذا البتريو مستويد مكون من بترياس بارت ومستويد بارت فنأخذ البترياس بارت بالنسبة للبترياس بارت هذا هو اللي يحتوي على الاذن الوسطى والداخلية احنا الاذن مالتنا تنقسم ثلاث أجزاء الاذن الخارجية والاذن الوسطى والاذن الداخلية والوسطى و المكانهم ضمن البترياس بارت فمن أقلك شو الفائدة هذا العظم أو هذا الجزء امني العظم اللي هو البترياس بارت اللي كلش مهمات اللي هي الـ أضع الغرفة الوجهة تم تكتوب الوجهة مع الوجهة و أصبح تابعه ما بيني ما بيني من أفاوع بيهن راح يلقى الأرضية مالتهم مكونة من هذا العظون اللي هو البيترياس بارت فالبيترياس بارت أوف تومبرالبون هو اللي يكون لي الفلور أو الأرضية مالت المدل كرانيال فوستة وكذلك البوستيري كرانيال فوستة راح تقلي إذن شنو هنا أقلك؟ أكو محاضرة كاملة تانت عليهم اللي هنا الكرانيال فوستة ثلاثة هنا انتيريار ومدل وبوستيريار همشي رحناهم بالتفصيل فالأرضية مالت المدل والبوستيريار مكونة من جزء عظمي شسميه؟ اسمي بترياس بارت أوف تومبرالبون فالبيترياس بارت أوف تومبرالبون هو اللي يكون لي الأرضية مالت المدل آن بوستيريار كران فوستة زين؟ ماشي يقول إنه ميديالي أوكي يعني إنه راح تخترق أوكي أوصير بها مثل الثقب عن طريق شنو؟ عن طريق فتحة شنو نسميها إنتيرنال أكاوستيك ميتس كلش مهمة يمر من عندها العصب السابع والثامن فمعناها الإنتيرنال أكاوستيك ميتس هي عبارة عن فتحة أو ثقب وين موجودة؟ موجودة داخل هذا الجزء اللي هو البترياس بارت فالبترياس بارت أوف تومبرالبون يحتوي بداخلها على فتحة أسميها ميتس إنتيرنال أكاوستيك ميتس ممكن يسموها اسم ثاني خافي مر عليكم يسموها إنتيرنال أودتوري ميتس أوكي من سمعون أودتوري معناها فتشيء إلى علاقة بالإذن ومنطقيا إيلين رح تنتقل أعصاب الإذن عن طريق هاي الفتحة اللي وين موجودة؟ فالبترياس بارت أوف تومبرالبون فالبترياس بارت أوف تومبرالبون يحتوي على الإنتيرنال أكاوستيك ميتس اللي تنقل عصبين وشريان العصب السابع اللي هو الفيشيال والثامن اللي هو الفيشيال والآرتري اللي بعدين رح نحتي عنه هذا يعني حاولوا حاولوا ما تنسوا هذا عبارة عن آرتري هو اللي غذي الإذن الداخلية فمن تنسئل يا شريان مهم يغذي الإذن الداخلية هذا الآرتري فهي تسالفة فمن يجيك السؤال طبعا هواي يعني يحبون الدكاترا يعني يضحكون على الطلاب بها انه يعني يدرون هواي طلاب ينسون هالسالفة انه الانتيرنال أكاوستيك ميتس من يمر بيها هي عبارة عن فتحة شون الأشياء أو الستركترات اللي تمر عن طريق هاي الفتحة أغلب الطلاب رح تقيل لك العصب السابع والثامن وينسون الارتري لا انت حاول لا تنسى لابروتيني الارتري هذا الارتري رح يغذي الإذن الداخلية الانر إير وين موجود بالانتيرنال أكاوستيك ميتس اللي وين موجودة أصلا هي بالبيترياسبورت أو بتمبرولبون من الانفيرير لي من الجزء السفلي شي يحتوي يحتوي على الكاروتد كينال واللي بداخلها في الإنتيرنال كاروتد آرتري يعني الانتيرنال كاروتد آرتري اللي هو الشريان cinqتنين السابع هاي يمشي كمانات أو كينال Claro divine الموجودة بال Ali بالنفيرير بارث الجزء السفلي منти يحتوي على الكاروتد كينال اللي تحتوي بداخله على hall كاروتد آرتري زي طبعاً معلومة هي شيء على الطائر، نحن نفرض نذكرها بعدين بالنك بس خلي أقول هذا، ليش تسمونه كاروتد آرتك، ليش تسمونه السباتي؟ لأن منطقياً أنت بس تسوي بايلاترال أكلوجين لهذا الشريان رأساً الشخص رح يسل عدة سباتي و رح يوقعه ليش لأن رح ينقطع الدم اللي يوصل للبراين مالته فمجرد أنه أنت تخلي إيدك على هذا الشريان موجود بالرقبة هو بعدين رح دليكم مكانه من أخذ النك عموماً من تخلي بايلاتر، يعني تخلي على الجهة اليمنى والجهة اليسرى هنا اثنين شريانين يمنى ويسرى، فهذا سديتن اثنين هنا، بنفس الوقت الشخص بعد ما رح يوصل الدم للبراين مالته، فرأساً يوقع يصير به مثل السبات فيسمونه الشريان السباتي، أوكي؟ حاولوا لا تنسونا، شريان السباتي، بس ينسد شخص صير به سباتي يعني يوقع زين؟ يعني هاي معلومة هي تعالطاير، بعدين رح نلح بيها إن شاء الله منا أخذ أوسكي، لأن مهمة بالأوسكي رح يسئلون بها عموماً، عدنا جزء الأخير أو جزء الثاني من البتريوماستويد بارتس هنا اثنين، أخذنا البتريوس وهسا الماستويد، مزيلا؟ الماستويد هو عبارة عن شنو؟ بالبابل لاند مارك جست بهايند إير، يعني شنو؟ هاي الإذن؟ أكوفد منطقة يسموها لاند مارك، يعني منطقة عظمية، بالبابل يعني قابلة لللمس، ممكن أن أنت تلزمها وتحس بيها، منطقة عظمية خلف الإذن، جست بهايند إير، خلف الإذن، فهسا أنت هاي إذنك، خلي إيدك وراء إذنك، وإلزم رح تلقى عظمة، هاي العظمة هي الماستويد بروسس أو الماستويد بارت أو تومبرال بون، ماشي؟ الماستويت بارت هو عبارة عن بالبابول لاند مارك عبارة عن علامة تشريحية موجودة خلف الاذن ماشي شن يحتوب داخله كونتين نيوميروس انتر كوميونيكايتنج اير سيل يعني شنو اير سيل الفكرة طبعا نحن نحكي عنها بعدين احنا من نشرح الاذن الوسطى والداخلية عموما بس خلا وضح لكم واسته هاي العظمة تكون مثقبة مثقبة وهاي الثقوب اللي بيها بها هواء فيسموها اير سيل اوكي اير سيل وهنال موجودة داخل العظمة وهاي الفتحات الثقوب اللي موجوده داخل العظمة اللي هي المستويت بروسس هاي تكون متصلة مع بعضها البعض فنسميها اير سيل يعني بينات انتصال ايض اكبين هاي الفتحات اللي نسميها اير سيل فاجمع الفكرة انه المستويت بارت يحتوى هاي الفتحات اسميها air cells وهي متصلة مع بعضها البعض فاسميها intercommunicating يعني بيانات communication بيانات اتصال وهي تكون عديدة مو واحدة واثنين لا هواي فنسميها numerous يعني عديدة يعني هواي فتحتوي على العديد من ال air cells اللي راح تكون متصلة مع بعضها البعض من الثقوب يعني اللي متصلة مع بعضها البعض وان موجودة بالماستويد فمن اخذ الماستويد راح اشوفكم هاي الفتحات الموجودة ماشي زيان وأكو عضلات تتصل بي بالماستويد ممكن يجيك هاي السؤال انا نذكر واحدة من محاضرات العملي اللي ما بعد الاذن يعني مو اخذنا العملي نظري لعفو اخذنا الاذن عملي منا اخذها عملي راح يشوف انو ننسأل هاي السؤال انا نسألت وصراحة مو ما ذكرت كل الاجوبة ذكر جاوت بس ثلاثة الرابع ما عرفته يعني هو الدكات راح يفترون عليكم بالتيبلات فيسئلون عموما راح تصير هوسة يعني لا تخافوا مو اسئلة صعبة وهي شي عموما بس هاي العضلات هي تتصل بالماستويد بارتس ما موجودة بالملزمة حاولوا تحفظوها ماشي مثلا هاي راح تاخذوها بعدين هاي راح تاخذوها بس ذنثين مرح تاخذوهن ذنين مرح تاخذوهن فأتلاتي تتحفظوهن براحتك بس نانا ننسألت عنهن هاي منسيت هي ذكرت بس هاي يعني ذكرت بس ثلاثة عموما هو مو كل جسؤال مهم شان بس تعرفوا يعني شنو هذا الفكرة انو عبارة عن اربع عضلات تتصل بعضمة الماستويد شنو ذن العضلات او جزء الماستويد تتصل بأربع عضلات شنو هنه ستيرنو كليدو ماستويد حتينا عنها سابقا بوستيرير بيلي أوف دايقاستريك يعني جزء الخلفي من من عضلة الدايقاستريك اوكي والسبليناس كبيتاس واللونكسماس كبيتاس هاي قلت لكم ولي نسيتها حاولوا تكونوا شطار وما تنسوها بعد زين هنه ذنى الاربع عضلات اللي تتصل بالماستويد يعني حاولوا ما تنسوهن وبراحتكم بعد ادنا بقوا منو التنبانيك بليت اللي هاي قلنا بشكل حلقة التنبانيك رينج هاي شبه هاي تحيط بفتحة الاذن الخارجية ميتاس يعني فتحة ادتري يعني اذن اكسترنال يعني خارجية فتحة الاذن الخارجية تحاط بيمن تحاط بالتمبانيك بليت فهاي الفتحة يهو اللي قويها اللي قوينا هاي التنبانيك بليت اللي هي عبارة عن جزء عظمي صفيها عظمية فتفيدني هواي ماشي طبعا سواحد يقول شنه هي الاكسترنال ادتري ميتاس ما جاي نشوف ذن الاشياء رح اقول لك هس رح ناخذ الاذن بالتفصيل ونندلها الآن القناة هو الموجودة زيان هاي عبارة عن بروزات يعني تنزل لي جواchain بوني بريوجيش يعني بروزات عظمية بروزات عظمية وين موجودة جوا الفتحة ماالت الادتري ميتاس الاورتري ميتاس هس رح نشوف مياتاس هاذا البروز هذا هو الستايلويد بروسس اللي بالأصفر وين موجود جوه الفتحة وين هي الفتحة هاي الفتحة فهو جوه مباشرة رح نلقى هذا البروز اللي هو الستايلويد بروسس ماشي هس هاي الأشياء اللي لازم نحتاجها عن عظمة التنبرال بون ان شاء الله تكون واضحة شنو حيشينا هسا حني حيشينا عن أربع أجزاء اللي هنا السكويموس والبيتريو مانستويد والتمبانك والستايلويد ماشي هل انه هاي التفاصيل كلها مهمة وكلها ضرورية صراحة لا اوكي اخدت فكرة عنها كلش كافي بس هي يعني نوعا ما أساسية وانه أغلب الأشياء اللي حتينها أصلا قاليها سابقا بس أهم شي بهالسلايد هاي المعلومة الانترنال اكاوستيك مياتس شون يمر من عدها يمر من عدها هذن التراكيب الثلاثة ماريد واحد ينساهن ماشي هاي أهم شغلة بهذا السلايد هنا نفس الشي ايدي نفس الحكي اللي قلنا ماشي شون رح يتكون عندنا المفصل اللي هو مات الفك السفلي اوكي اللي هو تمبرو منجيبولر جوينت ماشي زيان هاي قلنا شكلة والسيكوية ما سبارت وتفاصيلة هنه اهم تكملة حاتشيها هو ناخل نحكيها انه ارتكوليت ويا منوية زيجوماتيك بون اوكي او اوف تشيك بايز بايزيجوماتيك بروسس حتي يطوني زيجوماتيك ارش زيان اللي هو البالبابل اص تشيك بون هاي صراح هنكن تشيك بون يعني شنو الفكرة هسه تخاف ضغطو انو عظمة تشيك او الخد هي زيجوماتيك يقصد بها هاي زيجوماتيك راح تتمفصل ويا منوية تنبرال حتى شي يطوني حتي يطوني زيجوماتيك ارش او كيف اونا نهم هوست يعني شنو هي ممكن اتلمسها فمن اجا يخلي ايدي على خد راح لقى عظمة هي عظمة الزيجوماتيك ارجع شوية بوستيرير راح لقى خط مستقيم هو الزيجوماتيك ارش هو الزيجوماتيك ارش فهذا ستو شنو عدكم عدكم هنا انو سكوية مصبارت راح يتمفصل ويا من ويا الزيجوماتيك بون عن طريق التمبرال التمبرال بروسس اف زيجوماتيك بون يطوني الارتش اللي قلنا حاتين عنا سابق المرد ماك وداعي نلح بهواي هاي الارتش راح يكون كذلك بالبابل يعني قابل لللمس ممكن انا اتلمسه واحس به هذا العظم ماشي فس احنا عظمة قلنا نحس به الحد الان قلنا المستويت اللي موجود لي ممسهن او ممكن احس بهنا داخلية ايدي عليهم بالنسبة للبترياس بارت نفس الحد اللي قلنا ماشي بس هنا هس كاتب لك هو الاشياء اللي تمر من الفتحة الانترن الاكوستي ميتاس بس الاوردة العفو بس الاعصاب ما ما ذكر طاري الشريان وقلنا الشريان كلش مهم لازم تحفظ هو اللي يغذل الاذن الداخلية او الانر اير المستويد بارت هم حتينا عنه وانه تتصل به واي عضلات وقبع هو ما عدد هن بس هن اربع عضلات حفظوا انه هاي هو ما كتب لك هان بس قلت لكم انسألت انا بيهن بالساشن مات العملي اللي يجي خلف محاضرة النظري مات الاذن زيان التمبانيك بلايت شنو بيها هي هي يقول انه هي راح تكون انفيريور لي جو الفتحة ماشي انتيريور تو ماستويد اند سوبرير تو ستايلويد بروسس يعني هاي خلف واحد دوخ بيها انه زي يوصف مكان التمبانيك بلايت هي ترى منطقيا واضح هاي التمبانيك بلايت وين سايره فوق البروسس فوق الستايلويد بروسس فهو قال سوبرير للستايلويد بروسس هو قال زيان وبعد شنو تقع هي انتيريور بالنسبة لماستويد بارت هذا هو ماستويد بارت هذا هو ماستويد وين الفتحة تقع انتيريور لي انتيريور لي فمني جي نقول انتيريور لي تو ماستويد بارت فجاي يوصف مكان التنبانيك بلايت موجود فوق الستيلويد وانتيريار بالنسبة للماستويد بالنسبة للستيلويد بروسس جاي يوضح انه هي عبارة عن بوني بروجيكشن وين مكانها اندرنيث the opening of detrimiatus انه هذا البروسس موجود جوا هاي الفتحة اللي هي ما التنبانيك بلايت نفسها فانسلينا احنا خلصنا عظمة التنبرال من كل نواحيها انه عرفنا مكانها وين بالضبط عرفنا تمفصلاتها ويامن وعرفنا شنو عرفنا اجزائها كل جزء شنو الملاحظات والاشياء المهمة اللي بيه